السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيت اقدم لكم اليوم صلاطة الماكرونة الباردة على طريقة ان شاء الله يارب يتنال اعجابكم خلينا نشوف المقادير بالبداية خليت مو يغلي على النار خليت به شوية زيت وملح وايضا هنا عندي بهارات مشكلة وية اعشاب وخليت ايضا البهارات السبعة وباكيت من الماكرونة تقريبا كوبين كبار اي ماكرونة متوفرة عدكم ترهم هذي السلاطة من بعد ما استوت الماكرونة صفيتها من المي وبعد ذلك رح نضيف عليها نسقو من الزيتون الاسود او اي زيتون متوفرة عدكم نسقو من الذرة المستوية المعلبات وبعد ذلك رح احتاج سنيا او سن من الثوم مهروس وقطعة من الفلفل البارد الاخضر متوسطة الحجم اربع ملاعق زيت الزيتون مليانة ملاعق طعام وثلاث ملاعق طعام من المايونيز اللايت اللي بيه سعرات حرارية قليلة ثلاث ملاعق كبار من المايونيز وهنا اعدي الزعتر البري او ريغانو اذا متوفرة عدكم وفلفل اسود وعصير ليمونة كبيرة كاملة وبعد ذلك نخلط هذه كلها المواد مع بعض اذا المعقرون بها ملوحة كافية تستغنون على الملح بالخلطة هذا يكون شكلها واتمنى تعجبكم في امان الله